اهلا بكم الى موجز حداث فرسطين على قناة الحدث الافريقي حذرت منظمة التعاون الاسلامي من عواقب استمرار اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومسؤوليها والمستوطنين على حرمة المسجد الاقصى المبارك بما فيها الاستفزازات والاساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة جاء ذلك حلال البيان الختمي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية للمنظمة والذي عقد في مقرها العام بمدينة جده يوم السبت لبحث استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى المبارك بدعوة من دولة فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية العربية السعودية واعتبرت المنظمة في بيانها ان ما يجري خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوك بالوضع التاريخي والقانوني القائم في محاولة لتكريس تقسيم زمني والمكانية للمسجد الاقصى المبارك واكدت انه ليس للاحتلال الاسرائيلي اي تسيادة على اي جزء من المسجد الاقصى المبارك وان للمصالين المسلمين الحق المطلق في صناة بحرية وامانة وفي اي وقت دون اي عائق او عنف تواصل سلطات الاحتلال منذ ساعات الصباح اغلاق الطرق في مناطق عديدة من الاغوار وافد الناشط الحقوقي عارف درغم بان جرفات تابعة للاحتلال تجوب مناطق عديدة من الاغوار وتغلق الفتحات والطرق على طول الشارع الرئيسي المسمى خط 90 وتضع عند بعضها مكعبات اسمنتية وبوابات حديدية ويذكر ان سلطات الاحتلال تشدد لليوم الثاني على التوالي من اجراءاتها العسكرية في محيط توباس خاصة على حاجزي تياسير والحمرة من خلال ايقاف مركبات المواطنين وتفتيشها وتدقيق البطاقات الشخصية للمرة وتستمر سلطات الاحتلال باغلاق الحاجزين المذكورين كليا على فترة متقطعة منذ يوم امس قال النادي الاسير ان عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي تجاوز حتى نهاية مارس الماضي 1016 معتقلا من بينهم ستة اطفال واسيرة واحدة تحت ذريعة وجود ملف سرية وهي النسبة الاعلى منذ عام 2003 وقال النادي في بيان له يوم السبت ان اعداد اوامر الاعتقال الاداري التي صدرت منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 800 والنسبة الاعلى منها كانت اوامر جديدة ويقبع المعتقلون الاداريون في ثلاثة سجون مركزية وهي عفر والنقب ومجدو حتى بلغ عدد المعتقلين الاداريين حتى نهاية اذار الماضي في سجن النقب نحو 442 وفي عفر بلغ 340 وفي سجن مجدو نحو 131 فيما يقبع بقية المعتقلين في سجون اخرى اثار التناقض في تصريحات الشرطة الاسرائيلية ونجبة داود الحمراء حول رواية الداعس في مدينة تل ابيب الليلة الماضية التي اسفرت عن مصرع سائح ايطالي اضافة الى سائق المركبة وهو من كفر قسم بارد 48 واصابت خمسة اخرين بجروحة اثارت شكوكا حول مجرى كان حادثا عرضيا غير مقصود عائلة سائق المركبة يوسف ابو جابر طالبت بلجنة تحقيق في مقتل نجرها على يد الشرطة الاسرائيلية مؤكدة ان ما حصل هو حادثة طبيعية وليست عملية بدوافع قومية كما تجعم السلطات الاسرائيلية الى هنا نأتي الى نهاية الموجز دمتم في امان الله الى اللقاء اشتركوا في القناة